اشتركوا في القناة انا ما شوفت جنبك لحد ما طلعتك من المصيبة اللي انت فيها زعلان في ايه تاني عشان كده انا مصرة اقولك حقك علي وماكنش زعلان ازا كنت عايزة بقى تشكري اشكري شاهد طلعت محامية شطرة قوي شكراً شكراً يا محرمبي انت في حاجة ملايقاتي؟ لا خالص بالعجسة انا مبسوطة جداً يعني الحقيقة يعني ازا كان حد مفروض انه مبسطي بقى انا لان اتعرفت عليك وعلى فكرة المكتب اللي انت هتفتحيه في وسط البلد هيبقى مكتب مشهور جداً جداً لا اما انا غيرت رأييه وقررت استقر هنا غيرت رأيك؟ والله اعملت عني الحق بابلنا خدرتك ايه تفضل يا شاب القهود تفضل يا شاب القهود انا بكلمك دلوقتي باعتباري ان انا عمدة البلد عمدة بتعمل عمدة لأي حد تاني اللي انا يا سيدي ماشي بس اسمع كلامي للاخر مش من مصلحتنا ان انا وانت نشتغل ضد بعض وإيه اللي غاية رأيك كده؟ انت متعرفش مهدي بيعمل ايه؟ لا والله ما عنديش فكرة مهدي بيشتغل لوحده كأن انا مش موجودين بقى بتفرج علينا بتفرج علينا واحنا بناكل في بعض بقى بقى كمان يستنى لحد ما يشوف مين فينا اللي هيخلص عاد تاني انت اللي فتحت الباب دي مش عايز تكفله مش مهم من اللي فتحه بتعرف الناس ان احنا بنشتغل معهم شايفينه على ان هو الوحيد اللي بيقدر يخلص لهم مصالحهم وانا وانت كنان مش موجودين الحكاية دي بقى لو اتكرارك مرة واثنين وثلاثة هنشتغل بعد كده عنده صبيان والله يا عندك حاج بقولك ايه انا عزمك على الغدى عندي تيجي انت وزينب وكريمة اه ايه مسبحت الجلعة دحكتني والله ما عايز اتحك يا راجل عايب لما تقول كده انا عايز اكثر الحاجز اللي بينه بينك بعدين لوبنا ووليهم قاعدين طول الوقت في قلب الفيلا لوحدهم حد بيزورهم ولا هم بيزوروا حد فلما يبقى فيه ود بيني وبينك يعني هتبقى لحوال احسن مش كيره ولا ايه هستناك انت كريمة وزينب ضروري هاجي ماشي يا عمده ماشي ريتال ايه اللي جابك تعالي حبيبتي تعالي كويسة ايه بس طول الليل فردة رجلية كده لما ضحلت قصن طب تعالي ارتاح كويسة ايه اه انا انا ضيفت على تين على قطران على دماغ جابرية بإذن الله مش هادح غل المرميها نفس الرمية وهعملها يا ريتال هعملها شوفتي الشمسكت عايزة تموتني ايه دا وزينب واختك عاملة ايه ليه انت ما ترد يا بيت زينب مروانجي خدها منها انضومة قد ترجى تنزل تقولي ان جابرية جاد خدتها بالعافية وانك كنت بتدفع عنا منتك في دماغ على حاجة احنا مش عارفنا بتخطط لحاجة يا كريمة عايزة تخلص مننا طب وحسن حسن؟ حسن بيقول ان انت ومرواني اللي بدخلته مستشفى المجانين ايه كلام الفارغ ده؟ حالته النفسية زي الزفت وحالف ان هو مش هيسكت عملتها يا كريمة؟ لا عملتها ولا عارف حاجة عنها يا بنتي كريمة يا حبيبتي لو عملت حاجة هخب عليك ايه لا انت اول واحدة بتعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه ام المين اللي عمل كده بس؟ ازاي يا زينة بتعملي كده؟ على فكرة ماما لو زالت منك يبع عندها حق محدش لي حق ومحدش عنده حق نتكلام لها عبيدة اللي انت بتقولي ده انت عارفة مين اللي لي حق فعلا وراح؟ قدي الله يرحمها انسيها بقى يا زينة بقى انسيها ازاي ولا حصلها ده بسببنا كلنا؟ لا بسبب ايه ولا بسببك؟ تعالي بقى قوليلي انت ايه اللي في دماغك عشان ابقى معك على الخط؟ والله العظيم انا ما فيه اي حاجة في دماغي انا صدقة في كل حاجة بقولها وبعملها يعني ايه؟ عايزة تبمي نفسك في حضن جابريا؟ دي قتلة، دي قتلت مروت ابنهوه هي عارفة ان انا حملي صعب، سي ما عملتش كده عايزة الدنيا تولع ما بين مروانه واخوه وعايزة الدنيا تقوم حرب ما بين جابريا وما بين مروانه حد ليه مصلحة ان احنا كلنا نفكر ان هي اللي قتلت فريدة الرجل اللي انت مكلمها دا واثقى فيه؟ مش واثقى فيه قوي، شكل واطي ملا؟ لما هو واطح حبيبتي جايبهن ليه؟ ممكن يهرتل بالكلام اللي احنا هنقوله ويفضحنا تايلقش مش هيعمل كده اللي زي دا اجي نسيده اول ما ترميل العظمة يجي تحت رجليكي على طيب ايه دا؟ ما كنت فاكر الجال واحد؟ تايلقش دي ست الكل الحجة كريمة اهلا وسهلا ست كريمة والله المرسال الاول ما قال لي ان انت عايزاني دماغي قاعدة تودي وبجيب انت هتعوزيني في ايه؟ واحنا ما شفناش بعد غير مرة واحدة اصلا انت شغال في بيت محرم مش كده؟ اه ليه؟ ابدا عايزك تعملي خدمة صغيرة قد كده وانا عارفة ومتأكدة انك مش هتقول لا ما عليش لما واغزة يعني ايه اللي عارفك اني مش هقول لا قلبي سلامة قلبي حكا ما انا اقدر الست اللي بتمشو غرا قلبها ومشاعرها ما اتبطل يا ودنا احنا احر حمك انت لا كله الا سيرة ماما زنات انا محبش حد يجيب سيرة الست والدتي ابدا الواحد هيعملي في الدنيا من غير ما ياخد باله من قرامة الست اللي شالته في بطنها ست شهور قصدي ثمان شهور يلا يا بنتي دبان عليه احبل يلا استني بس استني بس عمول انا تحت امر وقموريني عايز احرف ايه اللي بيحصل في بيت محرم السبق بعيب بعيب البيوت اسرار استغفالها انا عايز بيح جايبالي واحد اها بل بس برضو مفي زر يخفى عنك انا عارف انك من البيت كرام ويدك في هرطة ومين اللي قال لك يا خفيف هو في حد في البلد ما يعرفش مين هي عيلة عبدالحكيم ده الواحد لو حفر تحت بيتكو هيطلع بترول ما اقولك يا اخوي من الاخر كده احنا عايزين كل حاجة بتحصل في بيت محرم تبقى عندنا عندنا؟ لا ماينفعش المركب الليها الرئيسين بتغرق يعني انا دلوقتي اروح للمشاكلني بس بس انا وهي واحد وحسابك عندي انا ايوة كده انا حب اكون معك كبير بس قابل ما نتفق بقى انا عايز اعرف انت عايزة تعرفي اسرارهم ليه ايش معي تفرق كتير تفرق تفرق لو كنت عايزة تعرفي اسرارهم تفريح وشغلة حريم استعرفها هيفرق بقى عشان لو كنت عايزة تعرفي اسرارهم عشان في بيزنس ومصلحة ما تقلقش هنزبطك اموت انا في اللي يزبطني انا حب تزبط وانتو كمان ما تقلقوش انا مش اخد منكو غير عرقي ومجهوجي وبس مش عايز مكافئات ولا علوات ولا اي حاجة من الموضوع ده وعموما عايزك تكتبقي رقمك هنا ويا سلامنا بقى لو عندك وانسايد اموت والله انا حظي حلو قوي عارفة قلبي كان حاس انك حتيجي هشوفك مرتين ورا بعد مهدي نجيب من الاخر الموضوع بنا بقى ماسخ ودمه تقيل قوي اخلص اه اه انا ما محبش طريقة الكلام بالطريقة دي خالص اللي انت عملته غلط انت كده بتقولنا فدهية انا مش فاهم انت ليه حاسبها كده اللي حصل دك الغزب عني مهدي مفيش حاجة بتحصل غزبنا عنك انت عايز تخلعنا وبس عيب لما تقولي كده انت عارفة انا بحبك عدين وانت بالذات غالية قوي عندي من الاخر ايه اللي بعد كده طب بزمتك ده سؤال كنت فاكرك قاس كمان كده اوكي افهم من كده يعني ان انت بتلغي بودك معي مفيش شغل ما بيني وبينك وما بين محرب كنت نبتلعب يعني انا لسه قيلك ان انت غالية قوي عندي ومحرم كمان مهم قوي بالنسبة لي في الشغل بس حطي نفسك مكاني واحد بيني وبينه عدوة بقى لنا سنين فجأة عايزني حطي ايدي في ايده وانسى كل اللي فات طب اديني عقلك عاملها ازاي مش لازم اقامل نفسي انت عاوز ايه انا مش هايز ايه حاجة خالص مادي انا جاية هنا وهدى في واحد بس اعرف انت عاوز ايه احنا ليه بنعمل في بعض كده بجد انا مش فهمة ليه عاملين نغبط ونرقع في بعض بالشكل دوت ليه ما نبقاش ايد واحدة مادي صدقني البلد ديت مفتوحة وفيها مشاكل كتير اول يومين دول وهو ده وقتنا نقدر ندخل كل اللي احنا عاوزينه من غير ما اي حد ياخد باله وصدقني هنعمل ملايين ده والله مش ملايين يمكن مليارات كمان الكلام ما اقول وبعدين انا مش فهمة هو اللي حصل يعني ما احنا كنا كويسين قوي مع بعض كنت قريب مني هو اللي بعدك يا اخي قوي كده ما احنا قريبين برضو مني قال نحنا بعيدنا عن بعض بس انت واعدين انت بتقولي اه يعني هو انت قلت حاجة وانا قلت لا انا هطلب من محرم طلب قريب اي ممكن يدايق يقول لا ما تقلقش مدام انا قلت اي بقى محرم بيكسر ليش كده اتطمم كده؟ طيب شوفي بقى يا سنتي بس اي بقى الواد وجعد عن دمها حسن انا مليش صالح انت قلت اللي يخدي بالك من الواد وانا قلت حاضر وهعمله زي ولدي واكتر انما هي تقعد عن دمها تيجي هنه؟ انا مليش صالح انت لازم تنزل؟ لازم اروح له مقدرش اقول له له رجل وقف جنبي بس انت لسه عيان انا بييت كويس الحمد لله بسم الله ما شاء الله كبير صحف شفت البيت نور كيف؟ انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه يا اما تعيش لحبيبي مجالش عايزنا في ايه؟ يعني الراجل بيودنا وعايزه جود معانا ناكله لجمة هنقوله حديث زين عصلا اعرفه من زمان هو من هناك من البلد وهو عاود ده نعرف اصله في اصله باقولك ايه؟ خليك معاه واخدها من امك نصيحة اللي يقولك عليه كل حاضر انت شايفة كده؟ انا شايفة مصلحتنا يا حسن ولو محرم باشا ده العفريت نفسه حنحط يتنا في يده يا الله يا الله زينة زينة يا حبيبتي ما عليش اونا بيشوفيني معاكم الجنفة بكة من ايه؟ هو انت خليت حلت حاجة ما انت على طول منفضنا اول بول ما عليش يا حبيبتي الصلاة مفلس وانت اكيد يعني مزبطة حالك انا في الفلة بيقولك ايه؟ ارحمني ارحمني يا بو سيدك بجا تروح لامك ولا اقولك روح يرجع للغجر اللي كنت عايش معاهم ولا ايه؟ شغلانه هنا عجبتك ولا ايه؟ هنتكلم بعدين روح يفتح الباب ما تروح تفتحي بدي اكله مرعة وبالليل صدق يا اهلا يا اهلا اهلا وسهل اهلا 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 اتفضل اتفضل يلا برا اجري بسرعة جهزي لعشن يلا تفضل بتفكرني ببيتنا اللي كان في مصر كم زمن بقى تفضل يلا الحمد لله تفضل مراوانبي اهلا 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 لديه نهرين هانم والمحرم بفين حيلا جاي قلبي عندك والله يا مادام كريمة اعرف انا لو حدا قرب لبيتي والله اولع فيه أكله ب سناني كمان عشان كده انا قلت المحرم انتيني جلطانه خلص وعشان كده الشيخ قال انك ملكيش اي صلب بالموضوع حركتي هواتي الحمد لله النور دا كله اتفضل اتفضل عزين مبسوطة استكريمة هو حد يشوف حضرتك وما يبقاش مبسوط انا مش هنسى جميلك ابدا على راسي من فوق جميل ايه بس احنا طول عمرنا عائلة واحدة ومصالحنا واحدة لأ مصالح ايه بصراحة انا مليش في المصالح دي اصلي مروان بيه ما بيقولش اي حاجة عن شغل ما بيجيب لناش اي سيرة ايه شغلنا معروف مش معنى ان انا وابوي حطينا نظام وطريجة لشغلنا يوجب نخبيه الله انت ليه بتفهم كلامي غلط انا مقصدش حاجة دي بقى هدية المولود الجديد يا رب يطلع رزق واسع زي ابو ان شاء الله محرم بيه العشة جاهز اتفضل عشة ايه مش يستنى لما بيته ديه فيه ايه ده تاعزم حد تاني او اللي ايه اتفضل بقشة فين موجود اتفضل الله اهلا 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 اتفضل 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 اهلا يا استي جابريه ااك يلا مايينお يا فيه يا مروان مااتبقش عسبي كده من nós ما جلت الشباشا هناح تكون فيه اغراب اهدي يا استي جابريه اهدي يلا يا اما حسن، وقعد ما تبقاش حسن بي إزايك يا حسن؟ إزايك يا حسن؟ هو ما فيش جر حسن اللي واقف ولا إيه؟ هو أنت مش شايفانا؟ لا شفتكم بس أنا سلمت على حسن الأول عشان عارف أنه تعبال أنت بقى ريتان ولا مفيدة؟ أصلاً أنا معرفش مين الأولى ومين التاني لا ابناء ريح يقول لي سينا بسرعة عمليه حاجة نشربه قبل العشرة تفضل لي من جل أننا هنجود ومعاهم على صفرة واحدة يلا يا حسن يا يا جماعة طبعا عدوا أنا أجيبكوا إينا عشان تتصافوا إحنا مفيش بيننا أي حاجة عشان نتصافها لا بيننا كتير وكتير جاوة يا مروان طالما ما جاعدين في بيت العمدة يوجد نتكلم ونقول على كل حاجة عشان يوجد شاهد علينا طب يهدوا يهدوا خالصوا عدوا ونتفهم على كل حاجة عدوا بالزمد، اتفضلوا أوكوا عدوا حسن حدي حيشهد على إيه حسن؟ على أن أمك خطفت زينب وهي حامل وعارفة أن حاملها صعب؟ ولا هيشهد على أختك اللي كانت عايزة تنوت بنتي ولا هيشهد أنهمك رميتني في الحاجز هيشهد على إيه ولا إيه بالزبط كلامك معسخ ما هنردوشي عليه يا جماعة أنتوا لازم تتصافوا دا ستة جامرية مروان برضو مهما كان أبدك الكبير وانت ستة الكل وانت كمان يا ستة كريمة انت ستة العقلية يا محرم تش هي تلم الشاملي ولا إيه أنا متأكداً بعد عقدتنا ديت هنخلص حاجات كتيرة قوي ومشاكل كتيرة كانت بك ماشي يا ستة وكلامك على رأسنا كلام إيه دا يا أم جبل ما تتكلم يا حسن لازم تعرف إن أنا ما ليش هاد في اللي حصل لك وحبسي في المخزن واللي رجالتك عملوه خايف إياك أنا ما بخافش أنا الكبير أنا ما بخافش غير من اللي خليكني وبس وإحنا مصدقينك يا كبير وما دام يعني الباشا هو الحكم بيننا عايزين متحاسبوا حانتحاسب على إيه يا ستة الكل أنا بكلم الباشا وكلمتش معاك ما تتكاهلين تساكتين حامة واحذين ايه؟ حاجنا كامل ودلوك ويه كمان وكريمة تطلع من البيت وامي ترجع هو انا يا حسن قاعدة في البيت ومؤجرة مفروش حبيبي ولا ايه لا ده انا ليه حق في البيت تالت وامتلت كمان لما الرجال تتكلموا اسمعش حسك خيف حسك بالدنيا استني يا أم كريمة تقول كلها ايه يا أم كريمة مش اقول حاجة زيادة اللي انا قلت وقابلك دي أبوي كتب لي كل حاجة بيعوشيرة يعني انتم ملكوش حاجة عندي كذاب يا والد كريمة تعاست كلنا كده عين عينك جرائي يا جماعة احنا جايين نصفي النفوس مش كده ممار اسمع ولد أبوي أبوي عبد الحكيم الله يرحمه كان عارف ان انت وقت فالت وما لكش عايزة وان انت كمان عايل صغير ما يتكلش عليك وكان عارف كمان ان انت لعبة فيها دي الحريم يجيبوك يمين وشمال وجلي اتصرف زي ما انت عايل ولا بتصرف مين ده اللي الحريم بيتوديه وتجيبه ومروان ماشو ااخد بالك من نفسك ولا ايه ولا ايها كريمة كريمة كده هو حاف من غير هموس يا حسن ما عندك حق ما انت لو لقيت اللي يربيك ويعلمك الادب كنت تعرف لما تيكي تتكلم مع الله اكبر منك تتكلم ازاي ملكو مش حاجة عندي واعلم افغلكو الكبور وانا مش هسيب حاجة يا مروان ياك تكون فاك ان انا خايف منك يا جماعة وانا جيبك وانا تتخلقهم ايه دو كده ومعديد المروان يعني هم من حقهم برضو يعرفوا تكلم ان انت بتقولوا ده مظبوط ولا مش مظبوط والله لو جب كل الدنيا تشهد وكل الورق في يده والد كريمة كده والد كريمة ما بيكذبش يا جبرية مش دا يا حبيبتي عادتكم وتقالتكم مش عبد الجواد الله يرحمه قبل كده كتب لعبد الحكيم الله يرحمه كل حاجة باسمه يبقى الجديد بقى لما عبد الحكيم يكتب لمروان ابن كريمة كل حاجة فيها حاجة دي يا ست عشاك وصل يا محرم بيه وكتب على نفسنا اشن تطلع من هنا غلا من اتحاسب أعد عني يا حسن اللي حدي لهك مش عاوز أزيهك يا تعمل له تاني ياك حتتفنوا بالحياة هو تبادل بيك يا جبرية لما خدت في ابنك العزا ولا لما نزعت قلبك من صدرك وموضت مراته وهي حامل سامي امك كريمة بتقول ايه كيف هي بقى كده يا حسن ايه ساكت ليه ساب الحريم ليه تتكلمون تواجف يا كبير هتوريني المرجل عشان نتعلموا منك مش أنا اللي الحريم بتلعب بيا مرام إلا هشوفوا في البيت الكبير الله هيجرب منه هضربوا بالمار ولكوش حاجة عندي ولا ورجة هتبصوا فيها ولا مليم يدخل جبكم ولو حد شفت في الشونة هدفنه تحت ريش لي يبقى للا حجيب أجلك يا ريات وأنا مستني الطلقة اللي هتطلع من طبان جيتك يا حسن بس تدقني الطلقة داي هتلف في تلف وترجع لصدرك يلا 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 نادية نادية لا أيوة تعالي إيه رأيك تشتغلي معي في الشركة بتاعتي؟ أشتغل؟ أشتغلي إيه؟ تشتغلي معي، تشتغلي إيه أنا وبس شوف أقول لك، أنا مستعدة أرجع على السجن ثاني ليه؟ هو أنا كنت دايدك لما اشتغلتي معي في البيت عشان أدايك لما تشتغلي معي في الشغل؟ تعالي، تعالي أقول لك أنا وأنت يا نادي عاملين زي بعضة بالضبط الطار اللي بينك وبين محرم أكبر من الطار اللي بينك وبين مروان عادي، عادي عارفة؟ مروان أسهل كتير قوي من محرم محرم صحيح، دلوقتي هو ضعيف بس عامل زي الأفعة، أول ما هتجدله فرصة يلدغني حيلدغني على طول عشان كده أنا مش عايزي أوم له أومة أبدا وأنا ما هل أنا أومة للكلام دي؟ شوفي يا ناديا، عبد الحكيم هو اللي كان بيمول محرم وبيساعده بقويه ده كان مدايقني قوي، وأنا هيما اتكلمت مع عبد الحكيم في الحكاية دي بتقوله خليك معي واسيبك منه، بس هو كان مصر يعمل اللي هو بيعمله إنه عنده أفكار عن إنه صاحب عهد وكلمة وحاجات زي دي وده الحقيقة اللي خلى محرم في وقت من الأوقات كان راكب على كتافي زين جوي، قلت اللي الكلام ده جبل سابج وأنت عايزة تاخدي حقك من مروان، وأنا عايزة زل محرم لو محرم ويع، مروان هيجيلي ومش هيبقى قدامه غيري وساعتها فلوسه كلها هتبقى في عبي، ولما ده يحصل، البلد كلها هتبقى في إيدي أنا ولو أنا معاك، تبقى البلدي في يد أنا كمان مش كده وبس، لما الشغل كله يبقى في إيدي ومحرم مروش وجود هسلمك مروان، هو وعيلته كلها هتعملي فيهم اللي انت عايزها لو عايزة يسف التراب بتاع البلد، هيسفه لو عايزة يدور يشحط في الشوارع هو وأهله، هيلفه أنا وراي ناس كبيرة قوية، كل اللي يهمها إن مصالح هتمشي الفلوس؟ الفلوس ما تهمهمش خالص الناس دي كل اللي يهمها إن هما يسيطروا على كل شيء والخطة اللي أنا حططها لما هتمشي، اللي هيخدوه بعدين أكتر من كتير قوي من اللي هيخدوه دلوقت إذا كنت هتسلمني مروان على طبق من فضة، أنا معاك عايزك مش فهم عايزة جوازك بس اللي عرفوا إن عينك من ريم تفرق معاك؟ أيوة تفرق ليه بقى لسه متعلنتش الدرس لو نهاية مروان هتيجي من جوازها، هتقولي لقا؟ كنت قلت لك لا برابي أهو نهاية محرم بقى، هتيجي من بيته تقصدرين أنا مفكر في حاجة تانية خالص كنت هزعل قوي وهداي قوي دا ما كنتش رديت علي مش هربط عليك إليه؟ يعني عشان اللي حصل مبارح اللي حصل مبارح؟ طب وانت مالك وما اللي اللي حصل؟ يعني كلام بابا ممكن يكون دايقك، بس صدقني هو قصده خير وحتى ما كانش قصده خير، اللي حصل دي عادي، أنا تعودت عليه في العيلة دي طب انت كويس بالوقت؟ أه أنا زين جوي أنا عملي ما كنت زين كتب النهاردة ايه اللي بيضحكك؟ فدولي إنك بتاع بنات قوي، بتحب البنات موت، شكلهم عندهم حق صدقي بيلي خالجك أنا عملي ما شفت بنات قبل النهاردة أنا لما شفتك يا لبنة، عرفتك هاتي أنا كنت محروم هو كلام بيقى شوية، بس حالة شكلك من البنات اللي بتحب يتجلها شقر مستاهلش؟ لا تستاهلي طبعا أنا بنحظة إنك متخاصة منت وريتال رتال دي ايه اللي متخاصة معها؟ هي مش في دماغي أصلا طب هو مفيدة مفيدة تصدق إن أكبر غلطة عملتها في حياتيني تجوزت البيت ديف مش عارف كيف نفسي جبايا دخالي واحدة ملهاش أصل، خد دامة أخيرة هتنضف تحت البهاية ألوما أنا بغا باقي تجوزها واعمل منها مرة إنت قاسي قوي يا حسن، إزاي بتقول كده دي ملاطك بردو ملاطي دا ايه؟ أنا بعتبر نفسي ما تجوزتش إزاي اللي ما دخلش دنيا آه والله مالك مفيش بس كلمك بيقلقني حسني مش المفروضة صدقك انت لازم تصدقيني ميشي، ممتن كلامك عجبني ودخل دماغي كلامي بس أحمد ربنا انت عايز كل حاجة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خشي خشي يا ست البنات بيتك بيتك يا رضا ما شاء الله ما شاء الله يا عماتي ايه الحلاوة دي انت بيتي احلم الاول مليون مرة مش جده يا بيت اه طبعا في نقطك زينة فوق فوق ديتها ايه تي حلوة اللهم اصلي عن نبي اللهم اصلي عن نبي عامل ايه محروس عالة الحمد لله مبسوط اي حاجة تبسي تفوز ابقى انا مبسوط على طول يا السلام الا قوليلي مروان بي ايه انا لا مروان بي في الشونة بيقولوا ان هو عنده شغل مهم طيب هروح له بقى علشان اشكره على الفلوس اللي دفعها في المستشفى والنبي بس بيخلي حد يطلع الشنطة دي عشان في حاجات بتتسيرك اه يا عمتي اه بيتي احلى مني زينة عمتي الحمد لها ساعدك يا عمتي الله يسلمك شفتي يا بنت شفتي ولكا ان حاجة حصلت الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر تعالي تعالي انا فرحانة فرحانة جوي يا بنت فرحانة جوي انا جالبي تفتح للدنيا بجيت احب الناس كلها حتى محروس ايوة بعزة جلالة الله مش محروس دي يسد النفس وعمل زي الطبخة لمحمدة بس ومالوا اهول واحد يأكل او يشرب وراها فوار انتي مش متخيلة انا مبسوطة قد ايه علشانك يا فهوزي وانا كمان انا ما عرفاش ما عرفاش كيف هانت علي نفسي مفيش حاجة تستاهل كيف عملت في نفسك ده لكن الحمد لله يمكن ربنا عايز يديني فرصة تانية عشان نعيش صح با فيه ايه يا بيت مالك ما انا هقولك ايه بس ما انتي لو تعرفي اللي حصل وانتي مش هنا خير ايه اللي حصل انا شفت البيت ريتال جلت تبقى لأمور محلولة لا محلولة ايه ده الدنيا بوزة خالص ممالو حتى لو باجت ميت عجدة حتكون اكتر من الحرج اللي كان في وشي وربنا خلصني منه زينم احنا على اتفاقنا حنفضل ورا البيت ده لحد ما يرجع البيت الكبير البيت اللي ساعي لكل ايوة الله ليه يا بيت طب تعالي عايز احكي لك حكاية تعالي انا سمعت الشيخ في التلفازون بيحكي جصة سيدنا نوح عليه السلام بيقول انه جاعد يدعي قومه سنين كتير كتير جوي لا زهج ولا مل ولما كانت الناس تعدي عليه يقول انه بتعمليه يا رجل انت انت مجنون في حد يبني سفينة في الصحرة ولما جي الطفان ربنا نجاه هو واللي معاه في الوقت اللي ربنا اختاره احنا كمان لازمنا نعملوا جديه نبني سفينة حب ووند ونقول لهم تعالوا معانا وربنا هو اللي عليه التسهيل طيب بقول لك ايه انت تعرفي قريبنا كلهم ايه ومان اعرفهم واحد واحد طيب ايه رأيك ما تيجي كده نروح نزورهم ونعزمهم كمان عندنا هنا وهو رمضان قرب يمكن ربنا بقى يفك قرب البيت ده سدجي عندك حج الاجربون أولى بالمعروف انا مبسوطة لك قوي يا فوزين ها دم تيسهد